موسيقى حيكم أنا سندس أحمد من على شاشة تلفزيون فلسطين وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج المهجرون والذي يروي قصص نجاحات وحكايات لشخصيات رغم بعدها عن الوطن لكنها لا زالت مرتبطة به ضيفي لهذا اليوم باحث وصحفي وناقد مواظب ومجتهد ومتابع له تجارب كثيرة بالنقد كان ولا زال يركز على إعادة إنتاج المثقفين الذين تم نسيانهم لن أطيل عليكم دعوني أرحب ضيفي لهذا اليوم الصحفي والناقد سليم النجار أهلا ومرحبا بك أهلا مرحبا بك برحب بتلفزيون فلسطين وبشكروا على هذه الاتفاة وبرحب بمشاهدين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية وفي الشتات والمشاهدين العرب أهلا ومرحبا بك بداية من عنوان البرنامج دائما نعود إلى الوراء ونتحدث عن الهجرة بدءا من العائلة ومنك ولدت خارج الوطن خارج فلسطين لكن لو نتحدث قليلا عن هجرة الأهل متى بدأت وأين توجهوا؟ أنا موليد الكويت ولد في الكويت والدي ولد في حيفا نحن من قرية اسمها صبرين قضاء حيفا ما زلت أذكر عندما كان يتحدث عن الهجرة كنت أبكي كيف كانوا يخرق كيف خرجوا بمجموعات كيف طلع مع والدته اللي جدتي حكى عن ناس تركوا زوجاتهم وأبنائهم لأنه ما قدروا يطعموهم بأثناء الطريق وفيش أكل أصلا ودخلوا إلى أراضي اللي تعرف حاليا بأراضي الضف الغربي اللي سبعة وستين هي مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معنى قضية الخروج من وطنها طيب ما يتعلق في الأهل طبعا أنا بالنسبة لي درست طبعا أنا في مدارس منظمة التحرير في الكويت نعم قبل الحديث عن ولادتك في الكويت ودراستك الأهل خرجوا عام 48 والدي استقر في مخيم اسمه الجلزون قضاء رحم الله ومن ثم بالعام 1950 ذهب إلى الكويت تهريب مثل ما حكى عنهم غسان كنفاني في روايته الرائعة رجال في الشمس من البصرة للكويت لمنطقة اسمها ساحة الحرية كان اسمها أيام الانتداب البريطاني في العام 1950 واشتغل في دائرة المعارف قبل ما تكون وزارة التربية وأول راتب أخده كان العملة المتداولة في الكويت هي الربية العملة الرسمية الربية قبل الدينار الكويتي يعني حدثت هجرة داخلية للوالد ومن ثم ومن ثم هجرة خارجية إلى الكويت مباشرة نعم استقر في الكويت الكويت من عام 1950 إلى عام 1991 على أثر أحداث الكويت الشهيرة استقر وبدأ بالعمل هناك ومن ثم تزوج اتزوج اه والدتي من نابلس يعني من وسط البلد من وسط نابلس من عائلة اسم عائلة مقبول تزوج تعرف عليها وتزوج بتبت الطريقة التقليدية جدا يعني تعرف عليها وتزوجها وأنجبنا نعم يعني كبرت ولدت وكبرت ولدت في الكويت في مستشفى الأميري في الكويت برضو بساحة الحرية كان ولدت على يد قابلة بريطانية ما بعرف هي مفارقة ولا لا إنه أنا اللي هجرونا واللي أخذوا أرضنا واللي سهلوا اللي أخذ أرضنا هما البريطانيين ومن ثم تكون ولدت على يد قابلة بريطانية أنا بعتقد أنها مصادفة أليمة ولدت في الكويت وكبرت شيئا فشيئا الطفولة كانت في الكويت يعني هل تذكر شيء من الطفولة؟ أنا كنت أذكر في الكويت البحر أنا بسكن في مدينة صغيرة اسمها الفحيل ما بعرف هذا الهاجس أو هذا الخيال كنت يعني عمري ما بتجاوز ثمان سنوات واقف على البحر وكان عندي قناعة إنه بعد هذا البحر راح أشوف حيفا نعم يعني هذا الهاجس ممكن للآن هذا الهاجس بهجس فيه وبتسأل إنه كيف كنت أنا يعني الكويت الخليج الخليج العربي وبعده إيران وبعده المحيط يعني والبحر الأبيض المتوسط مش حيفا بس أنا كانت في مخيلتي وأنت لم تراها؟ لا طبعا لحد هذا لا سوى ما كان يروى لك من قبل الأهل؟ من والدي تحديدا رحمه الله من والدي تحديدا حكايات حيفا وقرى حيفا وفلسطين بصورة يومية كان يحدثون؟ والدي تحديدا يوميا كان يحدثون عن حيفا يعني لدرجة إنه في أي مكان كان يشوفه في الكويت كان يقول هذا كان موجود عندنا بحيفا يعني كان دوما الربط اليومي يعني أنا حيفا عاشت معي بشكل يومي حيفا وقرية صبارين كمان يعني آه كانت بشكل يومي مرتبطة معي نعم بدأت تكبر والتحقت في المدرسة في مدارس منظمة التحرير نعم وجدت صعوبة في البداية في التحق في المدارس الحكومية أنا وجيلي ممنوع حتى نكون دقيقين أنا ما بعرف السبب هناك قرار صدر أنه يمنع على الطلب العرب في الدخول في المدارس الحكومية لما أذكر كان أول ممثل خير أبو الجبال مكتب منظمة التحرير عملوا ما يسمى بمدارس منظمة التحرير والتحقنا في مدارس منظمة التحرير نعم وقمتم بيئة الدراسة والوصول إلى آخر المراحل الدراسية بك في أنه كنا نحن يوميا مثلا هاي درفع العلم الفلسطيني كنتم سايدون في أن تكونوا سويا طبعا درفع العلم الفلسطيني منغني أغنية عائدون عائدون يعني هاي بقيت معنا إلى المراحل الثانوية إلى قررت لكويت مرة أخرى أنه تلحقنا في المدارس الحكومية بعدما نهيت الدراسة الإعدادية الثانوية اللي هي الإعدادية ماذا درست يعني دخلت أنا لم أكمل جامعة لم تكمل جامعة بس درست اشتغلت في الإعلام يعني نعم كالصحفية اشتغلت في الإعلام تنقلت في أكثر من مكان نعم كنت تكتب في بعض الصحف الرسمية في الكويت آه طبعا أو أنا طالب الثانوية من أين جاء هاجز الهاجز في مفارقة في مفارقة وأنا طالب الأستاذ محمود الرماوي الكاتب والروائي الفلسطيني لما كتبت وبلش ينشر له وكان يعتقد أنه أنا سوري مش فلسطيني أنا ما بعرف هذا من أجاله لهذا الهاجز فلما شافني تفاجأ أنه أنا فلسطيني من سوري من أين جاء الهاجز ما بعرف ماذا كانت جابت وقال لي أنا هيك كوكا بتوقع هل الكتابات كان لها دور في تحديد الهوية مثلا لا لا أنا كنت أكتب قصة قصيرة يعني بس حتى مش كمش يعني نقول مقالات سياسية أو أو عن ماذا كنت تكتب عن معانتنا نعم يعني كنت تتحدث فيما يخص الحق الفلسطيني أيضا يعني أنا لحد الآن يعني أنا كنت لحد الآن حتى بالشوارع يعني بالشوارع الكويت نقول حاليا بالشوارع عمال بتطلع الشواب بتطلع العمارات بتطلع الوجوه كل الناس بتكون فرحين يعني لما برجع على أرضه برجع وطنه بس أنا لما برجع على البيت حتى اللي ساكن فيه مش بيتي حتى مش بيتي أنا مش بيتي أنا كنت هون في عمال في مجمع العبدالي نعم كنت أتعمد أروح كل يوم خميس لأن كان مقر قيادة الجيش الأردن هناك مقر قيادة الجيش وأشوف الشباب اللي طالعين من مقر القيادة وقديش هم مبسوطين وساعدين اللي بدروح على إربد وبدروح على الكراكور مبسوط على الوطن وأنا قد بتفرج عليه برات كنت أدمة إنه هم رايحين على قرائهم رايحين على وطنهم بس أنا رايح وين نعم وين رايح أنا رايح على بيت قاعد في يعني بسميه ما شئتي لكن ما بتقدر تقولي إنه هذا وطن إلى الآن أنا بلا وطن أنا وجيل كامل أو شعب كامل بلا وطن يعني هذا هاجس لحد الآن وبعتقد لآخر يوم في حياتي راح يظل يعني أرخني هذا الهاجس نعم التجربة في الكويت بالكتابات الصحفية بدأت في الصحف صحف ربما اللي كانت الشهيرة اللي هي الوطن القدس والمجلة اللي بيعتبروها يعني تقدمية نوعا ما اللي هي الطريعة الكويتية نعم والمجال الصحفية كيف وصلت إلى هذه الصحف يعني وصولك إلى مثل هذه الصحف الرسمية في الكويت كيف وصلت إليها بالمراسل كان زمان مزهل لأنك تبعت بتكتب القصة أو الموضوع اللي بدكيها ببريد نعم وبتبعته بالبريد وكنت تكتب عن فلسطين داخل هذه الصحفة لا حد آه آه عن فلسطين عن حياتنا عن معاناتنا اليومية يعني تعتبر الكتابة في الصحف في الكويت التجربة المضيئة أثناء وجودك في الكويت وأنا شاب أعتقد هيك بأعتقد هيك لم تفكر بإكمال الجامعة لا ما فكرت في إكمال الجامعة نعم هو دائما نقول الصحفي أيضا ضمن العملية المقاومة يعني المقاومة بأشكال متعددة الكتابة والقلم والصحافة هي كلها نقول مقاومة فعندما تكتب تقاوم وعندما تكون في ساحة المعركة تقاوم وهكذا فأنت اخترت أن تكون صحفي وتكتب حتى وإن كانت أشياء بسيطة في البداية ومن ثم طورتها لتصل إلى ما وصلت إليه الآن إذا تسمحيلي بس في هذا الجانب إذا تسمحيلي يعني في مثل إنجليزي ترجمته هيك من لم يتعلم من التاريخ يقع ضحيته أعتقد الثورة الفلسطينية المعاصرة تعلمت في البدايات من هذا التاريخ إحنا في ثورة 36 كان ثورة فلاحين وعمال والكتاب والصحفيين كانوا يسموهم أفندية يتابعوا أخبار فلسطين من جريدة فلسطين وجريدة الدفاع والطبقات الميسورة يعني ما كانت تحس بمعاناة ثورة 36 قامتها قامت على أكتاب الفلاحين والعمال في الثورة المعاصرة وتحديدا في الخمسة وستين المثقف في الفلسطين أصبح مقاتل أنا بذكر لك أمثلة خالد أبو خالد الشاعر العربي الفلسطيني الكبير كان مسؤول قاعدة في الأردن الاستهدافات اللي تمت للكتاب الفلسطيني غسان كان فاني ماجد أبو شرار علي فودة استشهد أثناء القصف في الحصار في 82 وحامل البلايدات على بكان أيامها الإلكتروني على باب الجريدة اللي كان يطلعها المعركة عديد من الكتاب الفلسطيني لا كانوا مقاتلين مش مقاتلين بالكلمة كانوا مقاتلين بالمندقية كانوا حملة منادع يعني كانوا في الخطوط الأمامية في مواجهة العدولة وهذا أعتقد درس احنا تعلمناه من 36 نعم الآن سنكمل عملك الصحفي والخروج من الكويت ووصولك إلى عمان وماذا بدأت في عمان لكن بعد الفاصل ابقوا معنا اشتركوا في القناة مجددا مشاهدين الكرام للحديث مع الأستاذ سليم النجار وتكملة الحوار خرجت من الكويت عام 1991 وأتيت إلى الأردن وكنت صحفي أيضا لازلت تعمل في الصحافة لم تترك هذا الحقل بعد ذلك كيف بدأت هنا في الأردن يعني أنا بديت في الأردن مع الجرائد الأسبوعية مثل الشحان المستقبل الهلال يعني هاي الجرائد الأسبوعية وكنت أكتب بشكل دائم في الملحق الثقافي الرأي تحديدا الرأي وفيما بعد الدستور يعني هذا عملي اللي كان في عمان وكنت في نفس الوقت أراسل بعض الصحف العربية مثال أنا اشتغلت فترة طويلة مراسل لجريدة القدس الفلسطينية المقدسية يعني اشتغلت فترة بنية يعني كان بتنقل بين الصحف المحلية يعني في الأردن والصحف العربية هذا بقيت تعمل في الصحف لم تترك حقل الصحافة تحديدا إلى الآن لا إلى الآن لا بعد ذلك بدأت في أهم بند من بنود الكتابة وهو النقد الذي يعد من أصعب البنود الموجودة في الكتابة كان الشعر وكان الرواية النقد هو عبارة عن مسألة إعادة تدوير من جديد هذا الحقل لماذا اخترته تحديدا؟ احنا في ثقافتنا العربية كلمة النقد كلمة مش محبوبة كلمة النقد بشكل عام نقول النقد الأدبي وحتى النقد والنقد الأدبي نيجي بعدين النقد الأدبي الكتاب والبنودين ما بحبه النقد الأدبي بس كلمة الدافع الأول هي كلمة النقد نقد أخطاءنا نقد تجاربنا كلمة غير محبوبة وغير متداولة بثقافتنا العربية هذا واحد هذا اللي دفعني لاتجاه للنقد الأدبي للنقد الأدبي الثاني كان عندي هاجز بعتقد رح تسأليني إنه هل الأدب الفلسطيني ارتقى لمستوى القضية الفلسطينية نعم هذا يعني سؤال أنا بعتقد هام طلعت الكتاب الأول عن دار الكرمل بالسبعة وتسعين اللي هو قراءات في الرواية الفلسطينية الحديثة وتناولت عدد من التجارب الرواية الفلسطينية هذا السؤال ما بقدر أجعب عليه إلى الآن بما أنه بنحكي عن الرواية هل الرواية الفلسطينية واكبت ارتقت صورت المعاناة الفلسطينية هذا سؤال لحد الآن ما بقدر يعني أجاوب عليه بقدر أحكي أجاوب يعني أبحث عن إجابة حالية ممكن تدلينا على رواي فلسطيني المشهد أنا عشته شخصيا مقاتل فلسطيني حتى هو من الجبه الشعبية من الأردن من مخيم الوحدات بسعفيني منذكر اسمه شاهدته بالصدفة وكان سعيد جدا أنا أعتقد نوع من المشاغب بشاغب عليه سياسيا فهو قال لي لا أنا لأول مرة بحياتي بشتري كندرة مش من البالي أنا بشتري كندرة مش من البالي بشتري اشتريت كندرة من المحل لأنه أخذ أول مخصصة كان ملتحق جديد في صوف الجبهة وأخذ مخصصه فأول إشي فكر فيه أنه يروح يشتري كندرة مش من البالي لأنه متعود طول حياته حتى التحاقب المقاومة الفلسطينية أنه يشتري كندرة من البالي ممكن الدليل على روائي قدر باستثناء غسان كنفاني الله يرحمه قدر يصور هذا المشهد أعتقد أن هناك كثير من الأدباء كانوا روائيين أو شعراء أو قصة هم من أبناء المخيمات كانوا يصورون اليوميات الخاصة بهم يعني من ضمن من ضمن الأبناء المخيمات إبراهيم نصر الله من الشعراء والروائيين الذين كانوا من أبناء المخيم بالأساس وكان منذ الصغر ومنذ بداية الكتابة يصور دائما يصور ما يحدث وله روايات كثيرة كتبت عن يومياته في المخيم لسوء حظي أنا لم أطلع على التجربة الإبداعية لسوء حظي التجربة تحديدا في المخيم كانت رائعة وتحدثنا فيها وكان لضيف ضمن هذا البرنامج تحدثنا عن التجربة كان يصور ما كان يحدث في المخيم على كل تحدثت قبل هذه الجزئية تحديدا عن موضوع كلمة النقد هي غير محبة لدى العرب هل برأيك هذا سببه أن اليوم المثقف العربي لم يستطيع أن ينتج نظرية نقدية وما زال يعتمد على النظرية الغربية في النقد هل هذا السبب؟ شكرا لهذا السؤال شكرا لإجابتك أبدأتي خلينا أقول لك أنت كيف تطلبي من المثقف العربي أنه يحكي عن النقد وهو ما بعرف تاريخه الاجتماعي ولا الاقتصادي مثال لما تم استعمار الوطن العربي البريطاني والفرنسي والإيطالي عشر مليون مخطوطة سرقت من العالم العربي وذهبت إلى المكتبات تلك الدولة المستعمرة في كل سنة منظمة النظمة العربية للثقافية هيك اسمها إذا بدت صح بحكيه بطالبوا بعودة هذه المخطوطات هذه من سنوات إلى الآن لم تعود هذا واحد اثنين في العهد العثماني ربع مليون مخطوطة موجودة عن العالم العربي ولا أي محاولة تمت لقراءتها أو ترجمتها إذن المثقف العربي يعيش عن مين كتب عنه بالغرب يعني عن ما كتب عنه يعني المعرفة اللي بتناولها عن ما كتب عنه مش عن الموجودة في واقعنا أمام هذه السرقات اللي تحدثت عنها فبالتالي بالتأكيد وبالضرورة رح تبقى بين قوسين أو بين هلالين النظريات النظريات النقدية بالتبعية للغرب هذا واحد اتنين احنا ما عنا مدارس نقدية مثال مثلا مدرسة فرانكفورت النقدية اللي قامت بين حرب على ميتين يعني بين الأولى والتانية وشكلت حالة متميزة احنا ما شكلنا مدارس متميزة علما أنه تعرضنا لمآسف وطننا العربي قصور من المثقف قصور من المؤسسات الرسمية يعني هو من الاستسهال نقول المؤسسات الرسمية بس أنا بعتقد لا كمان في قصور من المثقف أنه في أعمه غير مبادر غير مبادر يعني هو يعني بدأحكيها بكل مرارة بعيش بعقلية الموظف يعني مرحلة الثورة الفلسطينية أنتجت أدبا فلسطينيا عريقا وأسمى مثل الغسان كنفاني ومحمود درويش وغيرهم الآن أين يقع موقع الأدب الفلسطيني هل تراه تصاعديا أم في هبوط برأيك أنت كناقد أنا أنا بقوله بصراحة صعب لك تقولي بصاعد أو بغبوط بس أنا حراحة تضروب أمثلة برجع بقولي الثورة الفلسطينية الثورة الفلسطينية آمت مراكز مهمة جدا مركز الأبحاث الفلسطيني منذ التحرير أنشأت مركز الدراسات وأنتجت العديد من الدراسات القيمة وخلينا تبنت تبنت كتاب فلسطينيين مثل الشهيد غسان كنفاني الشهيد ماجد أبو شرار والعديد من الأسماء كذلك تبنت أسماء كتاب عرب الراحل عبد الرحمن منيف وكان يعمل في مؤسسات الثورة الفلسطينية الكاتب والروائي الكبير السوري نبيل اسليمان هذه الذاكرة التي تسعفني هناك عشرات الأسماء من الكتاب العرب الشاعر الكبير نزار قباني وبحكي لك قصته إذا تحب قصة نزار قباني أصدر دوان خاص في حركة فتاة لا لشيء لأنه لما قامت بعملية دلالة المغربية في العام 78 ودخلت شواطئ تل أبيب وأطلق عليها تسمي أنه هي أول رئيسة لدولة فلسطين هذا كان مشروع الثورة الفلسطينية أكثر من ذلك المثقف الفلسطيني والمبدع الفلسطيني أنتج معرفة للثورة الفلسطينية إذا بتذكري أو كان كلمة راحل الشهيد كلمة لعم لعم اللي هي كان لما تتعرض الضغوط السياسي من قبل الدول العربية كان يستخدم كلمة لعم وحكى عنها خالد أبو السعيد إنه شو هي كلمة لعم إيش هي كلمة لعم قال إنه إحنا تعلمنا كلمة لعم من رواية الراحل الكبير أميل حبيبة في روايته المتشائل إذن المبدع الفلسطيني في ذاك الفترة كان منتج نص إبداعي ومنتج فكر سياسي أنت اخترت بعد الصحافة مع الصحافة والكتابة اخترت النقد لماذا اخترت هذا الاتجاه ويعد الأصعب الأصعب نعم يعني أنت تعلم أن اليوم النقد يعني تناول النص الأدبي ومن ثم التشريح وإعادة الإنتاج من جديد ليس بالشيء الهيئ لكن ماذا أردت أن تصل إليه من خلال النقد وخصوصا أنك تقوم بالنقد لما يخص القضية الفلسطينية أو كتاب أو شعراء هم يكتبون لي القضية الفلسطينية ببساطة الناقد هو البذر الأولى للوعي نعم وإحنا صراعنا ما عادونا هو الوعي نعم ببساطة هيك يعني هذا الجواب نحن في صراع وهذا الشيء بالنسبة بحاجة إلى وعي مكثف ومركز النقد أحد مفاتيح هذا الوعي لديك تجربة بكتابة رواية عائد إلى حيفا لا أنا ما كتبت رواية هناك يعني حسب المصادر أن هناك تجربة في كتابة رواية وهناك كتابة رواية عائد إلى حيفا أنا بصراحة أقول لك وكتب عنها مقال صديقي شعل كبير حميد سعيد أنا قرأت المسودات الأولى المسودات الأولى لم تنجز بعد كتب عنها بجرية الرأي وحكى وأنا كنت كثير كنت سعيد في رأيي إيجابي أنا كنت بحكى عن هذه يعني إذا مد العمر فيه إذا مد بدأ أحكى عن تجربة الفلسطينية في الكويت وكيف يريدون يرجعوا إلى حيفا لازم يرجعوا يعني إذا أنا ما رجعت على حيفا أكيد أولادي أو أحفادي يعني أو من سلالتي لازم يعني هذا مضمون الرواية تجربة الفلسطينية في الكويت ولازم يرجعوا متى سيتم العمل علي بشكل نهائي نحن تركها للزمن يعني هناك إضافات تقوم بإضافتها يعني فيه إضافات وفيه 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 تعتقد أنها تجربة ربما تحتاج إلى جهد كبير الرواية كتابة الرواية ليست بالشيء السهل يعني أنت قائم على حق النقد الأدبي النقد للشعر للرواية لكن كتابة الرواية وخصوصا أنك في السابق كنت قد كتبت قصة قصيرة أثناء تجوالك في مكان معين وفست في هذه القصة أثناء وجدك في الكويت لكن كتابة الرواية تحتاج لشيء معين تحتاج لوعي متقدم تحتاج إلى إنسان حكاء أنا أعتقد أني أنا إنسان حكاء أعتقد تحتاج إلى وعي تحتاج إلى أحساس عالي أنا بذكر وأنا في عجزاء وأنا بكتب بالرواية كنت أبكي لأنها مش لأنها قصص حقيقية لأنها كانت بتعبر عن الجواي لديك تجربة أيضا عن كتاب لحياة ناجي العلي أنت والشعر أحمد أبو السليم وآخرين لماذا هذه التجربة كانت؟ ناجي العلي هو أقرب الناس إلى قلبي أنا أولا صحيح أن ولدت في الكويت بس أنا ابن مخيم والدي مخيم الجلازون ناجي العلي ابن مخيم ناجي العلي بسيط كان يوصل فكرته إلى الآن إلى الآن أنت تطلع على رسوم الكركاتير في قراءة سياسية متقدمة أنا بالنسبة إلي بمثل الإنسان الفلسطيني البسيط في سلوكه والواعي جدا في فكره والتعبير الفني اللي كان بده يوصله للقراء أنا مستوى الوطن العربي هل هناك وحدة خطاب ثقافي فلسطيني بين الداخل والخارج؟ يعني إذا كنت أنت ناقدا فلسطينيا يعيش خارج فلسطين ويهتم بالأدب الفلسطيني تجربة الغربة والتهجير أضافت لك شيء؟ ماذا أضافت؟ يعني هو المنافي وضيف المنافي التهجير والمنافي أنا ولدت بالمنفى أنا بتمنى على أن يكون هناك وحدة خطاب ثقافي فلسطيني نحن في أمثل حاجة لوحدة خطاب ثقافي فلسطيني نحن في أمثل حاجة بالتعريف في المبدع الفلسطيني هناك العشرات ولن أقول المئات خارج فلسطين بقصد خارج فلسطين خارج 67 وخارج 48 هناك العشرات الكتاب الفلسطينيين الموجودين في الوطن العربي وخارج الوطن العربي في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية أنا بتمنى يتم الالتفات إلى هؤلاء حتى يكون إمتاجهم موجه مباشرة بشكل حقيقي اتجاه قضيتهم الوطنية هذا اللي بتمنى ما الجديد لديك الآن؟ أنا حاليا بقوم بإعداد كتاب للشهيد الراحل كمال ناصر وبحب أحكي عن هذا المشروع أنا قمت في مشروع قبله للشهيد ماجد أبو شرار وثقت كل ما كتب عن الشهيد ماجد أبو شرار وطلعنا في كتاب وحاليا عم نوثق كل ما كتب عن الشهيد كمال ناصر وحنطلعوا في كتاب هذا الجديد وعم بعمل حاليا دراسة عن غسان كنفاني سميتها يسمى المشياء في شوارع حيفا تتنول فقط رواية عائد إلى حيفا ماذا تقول لبرنامج المهجرون؟ بشكرهم وأنا حقيقة سعيدة أنه أنا بلتقي بحمل سعادة ومرارة أنه أنا بلتقي بفلسطين عبر الشاشة الفضائية وليس على الأرض وأكرر شكري مرة تانية الصحفي والباحث والناقد سليم النجار شكرا لوجودك معنا ضمن برنامج المهجرون كنا مستمتعين جدا بالحوار نتمنى لك المزيد من العطاء وتبقى معطاءا أيضا في خدمة القضية الفلسطينية شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا كثيرا مشاهدين الكرام تقبلوا تحياتي أنا سندس أحمد وفريق العمل من عمان ألتقيكم في حلقة جديدة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة